تسبب خلاف واقع أمسية أمس إذن بين عائلتين في حي سويداني بوجمعة بمنطقة مازافغون التابعة لبلدية القليعة بإقليم ولاية بازافي مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح الحادث إذن بدأت تفاصيله بعدا للعام نواشات داخل مسكن عائلي بين شخصين وسرعانا متطورت الأمور لإندلع شجار كبير بينهما وتنقلت شرارته إلى خرج المنزل وبعدما تحول الخلاف العائلي إلى شجار بين سكان الحي تم استخدام الأسلحة البيضاء بين طرفي النزاع لتخلف هذه المواجهات سقوط قتيل وأربعة جرحة وقد جرى نقل المصابين على جناح سرع إلى مستشفى القليعة فيما تدخلت مصالح فرقة الدرك بالقليعة وقامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الذي تعود أسباب حسب مرسلنا إلى خلاف حول قطعة الأرض نشير أن عناصر الدرك الوطني إذن سيطرت على الوضع وأوقفت المتهم الرئيسي بقتل شاب رفقة شريكه داخل ودي مازافخون بالقليعة بالقرب من جسر القليعة وحجزت ذات العناصر أسلحة بيضاء من بينها أداة الجريمة المتمثلة في خنجر ترجمة نانسي قنقر